على أرواح جميع شهدائنا الأبرار ومعظمهم من المدنيين والشيوخ والأطفال والنساء تقدروا بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا نعم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق صدق الله العظيم أيها الأخوات أيها الإخوة يا أبناء شعبنا في كل مكان أيها الصامدون الصابرون في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية وفي كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن القدس خط أحمر إن القدس هي قلب فلسطين وروحها لا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال وعودتها إلى حضن شعبها الفلسطيني وأمتها العربية والإسلامية القدس هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية التي لن نرضى عنها بديلاً نحي أهلها المرابطين فيها وفي أكنافها المباركة نحي شباب فلسطين الأبطال الذين هم فخر الوطن والشعب بل وفخر الأمة كلها هؤلاء الذين نعتز بهم ونقف احتراماً لنضالهم وهم يدودون عن القدس والأقصى والقيامة وكل فلسطين وبالذات أيضاً غزة بصدورهم العارية وقلوبهم التي تنبضوا بحب القدس وفلسطين والانتماء الصادق لها هؤلاء الذين خرجوا ليسمعوا العالم أجمع أن كفى احتلالاً كفى عدواناً كفى عنصرية وكفى ظلماً نجتمع اليوم وعنواننا القدس والأقصى وفلسطين فلسطين الواحدة الموحدة التي تفرد علينا متابعة العمل ومواصلة التحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي للاحتلال الهمجي على شعبنا الصابر الصامد المرابط في أرضنا المقدسة المباركة في القدس عاصمتنا الأبدية وفي قطاع غزة الصابر المصابر وفي الضفة الغربية الأبية الصامدة لقد قال شعبنا كلمته ونحن معه نريد مستقبلاً بلا احتلال بلا عدوان بلا استيطان وبلا مستوطنين فقد تجاوز العدوان الإسرائيلي كل الحدود ضارباً بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية الأمر الذي يضعنا أمام خيارات شديدة الصعوبة يفردها علينا واجبنا الوطني والتزاماتنا القانونية والأخلاقية دفاعاً عن مقدساتنا وحقوقنا وأبناء شعبنا ونحن لها بحول الله تريد دولة الاحتلال أن تفرض أمراً واقعاً استعمارياً في مدينة القدس وفي كل أرض وطننا وتمارس لأجل ذلك حرباً مسعورة وجرائم حرب وتطهيراً عرقياً يستهدف الوجود الفلسطيني والهوية العربية الإسلامية لعاصمتنا القدس عبر سرقة البيوت والعقارات وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين ومجموعاتهم الإرهابية ليعيثوا في الأرض فساداً ويدنسوا المقدسات الدينية لكن شعبنا البطل الأبي وشبابنا المرابط في بيت القدس في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس وفي كل مكان تواجد فيه فلسطيني أو عربي أو مسلم أو إنسان حر تصدى بكل بسالة عبر مقاومته الشعبية الباسلة لهذا العدوان الاحتلالي على باب العمود وحي الشيخ جراح والمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وفرض إرادته على جبيع وأثبت للقاصي والداني أنه أي شعبنا هو الرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه وأن القدس كانت ولزالت وستبقى فلسطينية عربية إسلامية وأن نداءها يوحد العالم وقد توحد العالم اليوم ويوحدنا فلنضع كل خلافاتنا جانبا فالقدس وفلسطين وحدتنا فلا يفرقنا شيء ولا يجوز أن يفرقنا شيء فتعالوا إلى كلمة سواء ها هو الاحتلال الباغي يواصل عدوانه على فلسطين وشعبها في كل مكان بما في ذلك حربه التدميري على قطاع غزة الصامد البطل بينما يقف هذا الشعب موحدا في مواجهة هذا العدوان يمارس حقه في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومقدساته وسوف يواصل هذا الحق حتى ينال ما يريد من الحرية والاستقلال وإزالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لقد تحركنا على كل المستويات التزاما بمسؤولياتنا الوطنية وسوف نواصل القيام بكل ما هو ممكن للدفاع عن شعبنا وكف يد هذا الاحتلال العدواني عن بلادنا ومقدساتنا وسوف نتدارس اليوم كل خياراتنا التي تضمن ذلك وعندما أقول اتصالات مع الجميع أي اتصالات بما في ذلك أمريكا يعني أمريكا في كل يوم تجري اتصالات بيننا وبينهم لنقول لهم كفا كفا تحية لشعبنا ولجماهير شعبنا العظيم في الوطن كله في الوطن كله والشتاد على وقفتهم التاريخية في وجه العدوان تحية لأبناء أمتنا العربية والإسلامية الذين يقفون مع شعبنا تحية لكل أحرار العالم الذين يقفون معنا في دفاعنا عن أنفسنا والرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء لجرحان الأبطال والتحية لأسران البواسل وموعدنا النصر والعزة والدولة بإذن الله وأخيراً أوجه كلمتي بالذات لأمريكا وإسرائيل لقد طفح الكيل ارحلوا عنا حلوا عن صدورنا حلوا عن صدورنا حلوا عن صدورنا حلوا عن صدورنا فسنبقى شوكة في عيونكم لن نغادر وطننا لن نغادر بلادنا إنه احتلالكم لبلادنا اليوم اليوم وليس غداً لن نرتكب جريمة 48 ولا جريمة 67 الشيخ جراح لن يرحل لن يستكين ولن يهدأ ولن يسكت وغيره الجميع الكل لن يهدأ ولن يسكت ولن يغادر إذا أردتم السلام إذا أردتم الأم إذا أردتم الأمان لا يأتي بقوة السلاح ولا بالقهر لا يأتي بهذه الأساليب تعالوا إلى كلمة سواء لن نتحمل أكثر مما تحملنا ولن نصبر أكثر مما صبرنا ولكننا سنصمد أكثر وأكثر وأكثر مما صمدنا حتى نحقق النصر والتحرير وحتى نحقق إنهاء الاحتلال من كل أراضينا المحتلة وعلى رأسها القدس الشريف والسلام عليكم